السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانا اخوات تحية لكم اينما كنتم واينما توجدتم هذا الفيديو تحدي سوف ترى معنا في المراحل ديال واحد العودة كيف كانت وكيف ولت في الظرف 45 يوم تغيرت الحالة ديالها بعد الفاصل ان شاء الله سوف نعطيكم المعلومات ونهارات كيف تغيرت هذه العودة ان شاء الله تشوفوا معنا في الصورة هذي كيف كانت العودة عودة مليحة ومعنى بعد كيف تغيرت الحالة لها وان dafür اخبر哥 بعد الامر كيف ولت العودة الرياحي المتتابع دوافي ديال القناة سوف تبقى ми ن смотрите من بعد الجميع هذا كيف تشوفوا الصورة ديالها وكيف تتغيرين الله نشاركوا معاكم انتم مشوكيش ولات الصورة ديالها في هاد شوفوا كيفاش كانت وانا اعطيكم النهارات ها انتم مشوكي باش كانت شوفوا معنا ايا هادي من بعد 15 يوم وفي اخر الفيديو غادي نعطي لكم المعلومات اشنو كي اعطيها واش منتخليطة باش ولا تهكر مهم هايا 15 يوم تابعوا معنا وهنا شوفوا الحالة ديالها كيفاش ولات من بعد 25 يوم 25 يوم شوفوا كيفاش ولات هاكوشتو الصور السابقة كيفاش كانت وكيفاش غاد الحالة ديالك تتحسن وفي الناتجة الاخيرة غا تكون 45 يوم غا تكون بنت العودة بشكل متمييز يلا تابعوا معنا نشوفوا عاو تاني من بعد 30 يوم هاد شوفوا الحالة بعدها تتزداد المدة هادي 30 يوم يعني شهر شوفوا كيفاش ولت الحالة ديالها تابعوا معنا مرحلة بمرحلة حتى الاخير المدة هي 45 يوم مهم هادي تشوفوا معنا هنا هادي الصورة هادي وكيفاش غاد يتولي من بعد مرحلة بمرحلة غادي نمشيوا معاكم وهنا من بعد 35 يوم هاد تحسنوا لكي بنا الاخوان شوفوا تبارك الله كيفاش كتولي هاكوش المرحلة ديالك كيفاش كانت في اللول وكيفاش رجعت وكيفاش غاد تبارك الله اللهم مبارك وغادي تشوفوا معنا هنا هادي مرحلة الصورة هادي المدة ديال 45 يوم هاتم والاخوان 45 يوم شوفوا العودة كيفاش ولت تبارك الله الله مبارك وكيفاش تصل لها في العودة ره ماشى العلف بوحده ره كان عشي حويش أخري انتظروا وكيفاش تفر لي الراحة تعطيليها المواد اللي كتطلع للحم اللي غادي تسمعوا واحد شوية عادة نشاركوها معاكم وعادة نعطيه لكم اشنوكين اشنوكن كيعد طي الليها سير رياحي الله يجزي بيخير كن كيعد طي الليها طحون طحون فازق. من بعد يعطي نصف كيلو. نصف كيلو ديال شمندر. وجوج كيلو نخالة. كيلو شعير. من قرشل. ونصف كيلو صوجة. وكان يعطي لها خيزو في الأول. خيزو في الأول هو اللي كيطلع للحم. من بعد ما بقتش بغت تاكل خيزو. من اللي ما بقتش تاكلو صافي ولا كيعطي هاد الواجبات هادو. هاد الواجبات اللي عطيتكم كن كيعطيها في الصباح وفي العشياء. من بعد صافي من اللي كيرربع ولا كيخليك تعرف عادي. وأنتو ماشتو مدة ديال خمسة واربعين يوم كيفاش ولا تلعودة تبارك الله. الله مبارك. هاد الشيء خمسة واربعين يوم رأى وقت واجز ماشي بزيف. كيفاش تغييرت العودة. راكمش تول حالة ديالة في الصور كيفاش كانت. وكيفاش ولت. وغدا نعطي لكم تكاليف شحال كل اللي فاتوا. شحال يعني في الشهر. ما وصلاش ستمية درهم. 12 الفريال ما وصلاش. وانتو ماشتو شبر كلها كيفاش ولت. كانت عودة مليحة. من بعد ما لقتش تهلو جابها لعندو تهلو فيها دارف واحد البلاسة. مهم تهلو فيها هو. وانتو مكتشوفوا النتيجة. كان عطي لشي ناس كي يعطي لهم دكشي نفس المواد اللي كان كي يعطي لها ولكني ما. قالوا لي ما طلعتش. وانتو مكتشوفوا ده باتبر كلام اللي جابها. وما وصلاش ستمية درهم في الشهر. ما وصلاش ستناش للفريال. 12 الفريال. والنتيجة قدام عينيكم. وهذا ميصاج للناس اللي كي يعطيوا الناس يقابلوا لهم شي خائل ولا شي عودة. ده غي باش يعرفوا شنو كين. بالنسبة لما طلعتش. العود ولا العودة ما طلعتش. باش يعرفوا هذا الميصاج هاده. هاش حالك تكلف. على القضية اللي يقولك ستنال في ريال. ولا هدي ولا تهلو. مهم. يقدروا يكون شي حويش اخرى. ولكن بالنسبة العلف. انا شاركت معاكم هاد الشي هاده. اللي سمعت من الاخ الرياحي. متتبع وفيد يلقانا. هو براسه يعني. ماشي غادي يخبيع لي المعلومات ولا هدي. اش نوعطاها. وش حالك اللي فاتو. ما وصلت ستمية درهم. مهم. شمندر. اه الشعير. اه الشعير مقرشل. تبن مطحون. فازق. اوه في الول كان بدا ليها بخيزه. وخيزه را كيطلع للحب. هاد الشي اللي كان. وانتم ما كنتشوفوا النتيجة قدامكم الاخوان. واحد المعلومات. بالنسبة الناس اللي عندهم مثلا البقرة كاترزام ولا هدي. كان واحد طريقة قدي نشاركها معاكم. اه خديتها من واحد السيد. الله يجزي بخير. او ما نبخلوش هديكم بالمعلومات. بالنسبة اللي رزمات لي ما بغاش تنض. كي اعطي لها الشعير. كي يديرو كي يحمرو في المقلق. مزيان. ويخلي برد شوية. ما يكون شي برد قاع. مهم يكون اعطي لها دافي. اعطي لها تاكلو. انهار قال لك السيد اللي وقع لها شي هذا. جاب الله الشيفق. مهم. اي معلومة سمعنا. نشاركوه معاكم. باش ما يدوزج الفيديوهات ديالنا خوين. اوه كنشكر جميع المتتبعين على على التعليق اللي كتخليوه وعلى التشجيع وعلى المشاهده ديالكم. او اللايك. حتى كنقولو نستسيونيو. نفشو الروايد. او نستسيونيو. من اللي كنلقوو التعليق ديالكم زوينة. او الكلم ديالكم زوين. كنحاولو اننا نديماري ونشدو الطريق. شكرا لكم بزاف اينما كنتم. داخل وخارج ارض الوطن. اربي يحفظكم. واي حاجة بغيتوها. خليونا تعليق الاخوان. او شكرا لكم. هانتو ما شو الاخ الرياحي كيف تشارك معنا تجربة ديالو تحدي ديالو مع العذى. هانتو ما شفتو. تانتو ما كونوا بحالو اللي دار شي حاجة ولا هدي. بارتاجيوا مع الخوش نشاركوا المعلومات باش كل شي يستفد. هذا ما كان الاخوان. وشكرا لكم بزاف وتحياتي للجميع. اللي مريض اللي يشافيه. واللي عندوش حاجة اللي يقدالي. والله يصر امرنا واموركم. والله يحفظ الجميع. الناس اللي كيتمنى ولدات. يا ربي فرحهم. يا ربي فرحهم. ارزقهم الدرية الصالحة يا ربي. العديد اللي حاملين اللي يفكوا حيلهم على خير. اي واحد كيتمنى شي امني يزوينا فيها الخير. يا ربي لما وصلوا لها. اي واحد بغى شي حاجة وما ما وصل لاش. يا ربي عونو يسليه الطريق. اي واحد عندو شي ضيق. يا ربي فرج عليه. يا ربي يسليه الامور ديالو. الناس اللي مريض. اه المريض المزمن. يا ربي شافيهم. او شافي اي مريض كيما كان. يا ربي شافيه الجميع. ارحم موتنا وموتها المسلمين. يلا تدزوا بخير. شكرا لكم. سمحوا لي لطولة عليكم. ربي يحفظكم. ونور طريقكم جميعا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ** اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة